تمتد محاولات نظام القطري في زعزعة الأمن والاستقرار للعديد من الدول العربية وكانت من بينها الجزائر حيث حاول نظام الدوحة استغلال المظاهرات خلال عام 2019 لتحقيق مكاسب في الداخل الجزائري إلا أن فطنة الأجهزة الأمنية الجزائرية حيدت أجندات النظام القطري لا يكاد يخلف سجل النظام القطري من التآمر على غالبية الدول العربية وكانت الجزائر من بين أوائل الدول العربية التي وضعها النظام القطري على خارطة التآمر بدأ الدعم القطري للإرهاب في الجزائر مبكرا حينما كانت الأخيرة تواجه الإرهاب الأعمى سنوات التسعينيات الذي سعت الدوحة لأن تكون عينه الساهرة في أكثر من منطقة عربية وحتى إفريقية ولعل الجزائر كانت من بين الدول العربية التي سلمت من شر النظام القطري إلى حد كبير خلال الأزمة السياسية التي عاشتها في عام 2019 بفضل تفطن أجهزاتها الأمنية والعسكرية وقرار الرباعي العربي الذي ساهم في تحييد الأجندات القطرية وقطع مخالبها الملوثة بدعم الإرهاب والفوضى وتدمير الشعوب تحت الشعار مناصرة الشعب كما عمدت قطر إلى إعادة فتح مكتب قناة الجزيرة مع بدايات الحراك الشعبي آنذاك بشكل غير قانوني لإثارة الفتنة وحرصت على انتقاء ضيوفها من الجزائر مركزة على دعاة الانقلاب على قيادة الجيش وبعض الانفصاليين المتهمين بالعمالات للدوائر إجنبية مشبوهة دخلت بعدها الدوحة في مخطط آخر تهدف من خلاله لزعزعة استقرار البلاد ومنحت تأشيرات مستعجلة لشخصيات سياسية معارضة معروفة بمواقفها وهي الحملة التي قابلها الجزائريون بالاستهجان والرفض ورفعوا لافتات ورددوا هتافات في مظاهرة حاشدة نددت بما اسمته بإرهاب الجزيرة وأبواق قطر الإعلامية وكانت منظمة الكرامة المصنفة على لوائح الإرهاب في كثير من الدول العربية من بين الأوراق التي حاول بها نظام الدوحة الضغط واستثمار الوضع السياسي المتأزم والعمل على تفخيخه بأدواته المالية والإعلامية والمخابراتية